هذه خطوة خطيرة وهذه خطوة تؤكد أن ما يجري ليس بعيدا عن السعودية وأن ما يجري هو بالتنسيق مع السعودية أيضا وبالتالي أن تسمح السعودية بمرور الطائرة الإسرائيلية عبر أجوائها وهذا يشكل تطور أيضا خطير بنقل الموقف السعودي إلى التعامل العلني مع الكيان الصهيوني وكما كنت أقول بالإجابة على السؤال الأول أنه الآن بدأوا يشعرون أنه هناك خطر على الكيان الصهيوني نتيجة صمود الشعب الفلسطيني ونتيجة وجود المقاومة اللبنانية ونتيجة صمود سوريا وجود إيران محور المقاومة فهناك قلق حقيقي على مستقبل الكيان الصهيوني لذلك بات مطلوبا أن ينتقل الأمر علنيا للتحالف بين بعض الدول العربية الرجعية مع الكيان الصهيوني لحماية الكيان الصهيوني ولحماية إسرائيل ولحل مشاكل إسرائيل الاقتصادية ولحل أزماتها في المنطقة ولمواجهة محور المقاومة الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على إسرائيل ومستقبله وبالتالي نحن أمام هذه المعادلة انتقل الأمر للعلاقات من تحت الطاولة لفوق الطاولة وانتقل إلى مرحلة التحالف وفي تصريح لكوشنر بالإمارات أن ما هو قادم سيكون أدهى يعني إحنا سنواجه مفاجآت أيضا في المرحلة القادمة بالنسبة للتحالف المعلن بين الرجعية العربية وبين الكيان الصهيوني لذلك لا السعودية دورها خطير والسعودية ليست يعني بعيدة عما يجري إحنا كما قلت أنا مرة أنه إحنا والله لا نتمنى لأي نظام أنه يطبع مع إسرائيل أو يتحالف مع إسرائيل وبدنا كل الدول العربية تقف معنا لكن واقع الحال أمر آخر أمر مختلف حقيقة وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة ستطرح سؤال حول مستقبل جامعة الدول العربية هل تبقى أو لا تبقى ما هي وظائفها ما هي دورها الدول العربية التي تعارض يعني موضوع التحالف بين دول العربية الرجعية وإسرائيل وهذا التحالف بشكل خطر عليها على الدول العربية ليس فقط على الموضوع الفلسطيني نحن أمام تحالفات جديدة ستنشأ في المنطقة وأمام معادلات جديدة ستنشأ في المنطقة هذا يطرح سؤال أنه طيب الدول العربية المناهضة لهذا الخط واللي هذا الخط بشكل خطر على أمنها وأيضا للدول الإسلامية اللي هذا الخط بشكل خطر على أمنها هل يمكن أن تعمل تحالفات وصيغ جديدة الدول العربية التي ترفض هذا الخط الذي يتحالف مع إسرائيل والكيان الصحيح. هل يمكن أن تشكل محور آخر؟ محور المقاومة يتسع أكثر؟ في دول عربية ممكن تلتقي. تجتمع. في أسئلة كبرى ذات طبيعة استراتيجية تطرح طبيعة هذه التطورات الحاصلة الآن. والتي ستحصل في المستقبل. وهو أمر في غاية الخطورة. لأنه بالمناسبة المستشار الأمن القومي الإسرائيلي. الذي تحدث في أبوظبي باللغة العربية. وهو بالمناسبة تعلم اللغة العربية. هو في بداية حياته المهنية. علموه اللغة العربية. لأنه كان هو مسؤول كبير بالشاباك. وكان مسؤول في جهاز الاستخبارات عن تعذيب الفلسطينيين. وقتل الفلسطينيين. وتعذيب المقاومين. وإلى آخره. فلما تصل الأمور إلى هذا الحد. ويكتبونك على الطيارة سلام باللغة العربية والعبرية والإنجليزية. بدل كلمة سلام. هذا كله يدفع نحو الحرب. هذا يدفع نحو تحالفات جديدة في المنطقة. ونحو الإعداد لحروب جديدة في المنطقة. لأنه إحنا فعلا مقبلين على وقائع في غاية الخطورة. أن دول عربية تنتقل من العنن إلى السر. من السر إلى العنن بالتحالف مع إسرائيل. ضد المصالح القومية للأمة وضد الشعب الفلسطيني مباشرة.